إذن لكي لا أطيل عليكم مرحباً بالجميع دعماً للقناة لدخول اعطينا لايك الإخوان اعطونا إعجاب الموضوع فيديو اليوم هو التلفزيونات التي يعني لا تقلع يعني تفشل في الإقلاع يعني يبقى فقط لد الأحمر الأمامي يومد ولكن تلفاز بدون خدمة إذن عندما يومد لد الأحمر الأمامي فهذا معناه بأن التلفاز يحاول الإقلاع ولكن يفشل في الإقلاع مدام هناك وميد إذن كنترول التلفزيون يعني يقوم بدوره يعطي أمر التشغيل ولكن يوجد خلل يحبس تلفاز عن التشغيل أتمنى أن تصلكم الفكرة وعليكم أن تفرقوا بين الأعطال يوجد أعطال وميد للمبة الحمراء يكون مشكلة باور سوبلاي وميد للمبة الحمراء يكون مشكلة مادربورد وميد للمبة الحمراء قد يكون مشكل سوفتوير وميد للمبة الحمراء في تلفزيون سامسونج قد يكون مشكل بانيل مشكل شاشة إذن عليكم أن تميزوا ولهذا عملت هذا الفيديو لكي أشرح لكم طريقة تشخيص هذا الأعطال من أين الخلل بالضبط لدينا هذا التلفاز هذا من نوع سامسونج 48 بوصة سأوصله بالكهرباء التلفاز بدون خدمة فقط هذا الليد الأحمر يبقى يومض على هذا الشكل إذن هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما قلت قد يكون المشكل من الباور سوبلاي أو من اللوحة الأوم اللوحة الأوم على مستوى السوفتوير أو على مستوى الهاردوير بحيث يكون مثلا جهد منعدم أو جهد منحبس في دائرة معينة أو قد يكون المشكل من عفوا أو قد يكون المشكل من البانيل من الشاشة إذن طريقة الفحص أول خطوة سأقوم بها سأزيل أو أفصل اللوحة الأوم عن الباور سوبلاي بإزالة هذا الكيبل هذا على هذا الشكل الآن سأوصل الكهرباء بالباور سوبلاي إذ كانت الباور سوبلاي سليمة سوف تخرج جهود وأيضا سوف تشغل الإضاءة الخلفية لأن في هذا الوضع هذا الباور سوبلاي تكون في وضع ON في وضع مفتوح بسم الله آه إذن لدينا إضاءة وهذا يعطينا فكرة على أن الباور سوبلاي سليمة وملحوظة أيضا ريجب بعض الأعطال يكون المشكل من الباور سوبلاي حتى وين إعطتنا إضاءة يعني تتسبب في وميد اللمباء الحمراء فلهذا وجب التأكد من الجهود أنا لقد فتحت الفاز مسبقا وتأكدت من الجهود على الباور سوبلاي كلها يعني سليمة بالرغم يعني خودوا هذه من عندي خودوا هذه أنا أتكلم معكم عن تجريبة حتى وإن كانت الباور سوبلاي يعني نفصلها يعني في بعض الأعطال ومنهم وميد اللد الأحمر نفصل اللوحة العم عن الباور سوبلاي ونوصل الكهرباء وتعطينا إضاءة ليس معناه بأن الباور سوبلاي كليا فهي جيدة أو لعيب ليس منها فهمتم لأن الآن الباور سوبلاي ليس عليها لاود ليس عليها حمل الحمل هو المادربورد إذن لو كان مثلا خلل في الباور سوبلاي مثلا أحد المكتفات ضعيفة مسؤولة عن تنعيم مثلا جهد ستاند باي إذن عندما نوصل الحمل الجهد بطبيعة الحال سوف يسقط لأنه موجود مكتف به خلل إذن سأفصل الكهرباء الآن نأتي إلى اللوحة الأم المشكل قد يكون من لوحة الأم أو قد يكون من تيكون حتى التيكون لو كان به مثلا قصر في جعل مستوى جهد معين أو دائرة معينة حتى هي تسبب في فشل تلفاز عن الإقلاع بحيث يكون هنا جهد منحبس وبالتالي يحبس وبالتالي يحبس التلفاز ككل إذن سأرجع أنا هذا الكابل على هذا الشكل وأفصل التيكون عن اللوحة الأم إذن في هذه الحالة إذ كان المشكل من الشاشة أو من تيكون سوف يشغل التلفاز الآن يشغل بدون صورة بطبيعة الحال إذن سأوصل الكهرباء إذن لاحظوا بقية نفس الوضع إذن المشكل بالتأكيد من اللوحة الأم إذن ما سأقوم به الآن يعني المشكل الآن من اللوحة الأم إما يكون مشكل صفت وير أو مشكل هارد وير الآن سوف نقوم باكتشاف هذا الأمر هذا بحيث أول خطوة سأقوم به الآن هي فحص الجهود على اللوحة الأم لأن يوجد محاولات دي سي إلى دي سي أو دوائر مسؤولة عن التغذية إذا كان مثلا جهد منعدم أو منحبس سوف يعطينا هذه المشكلة إذن سأحاول فتح اللوحة الأم لأزيل هذه القطعة هذه المبردة المعالج لأن من تحتها يوجد دوائر أو محاولات دي سي إلى دي سي محاولات دي سيئة 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 في حالة إذا أردنا فحص الجهود على اللوحة الأم أو على الباور سوبلاي إذن سأوصل آل الكهرباء دل لد الأحمر الآن يومد سوف نفحص الجهود على هذا المحاول DC إلى DC لاحظوا موجود 5 فولت جيد هذا أيضا نشوف لاحظوا تظهر 1.1 فولت وتختفي لأن كما قلت لكم التلفاز يحاول الإقلاع ولكن شيء ما يرجع التلفاز يعني يفشل في الإقلاع إذن موجود هنا جهد يعني يظهر ويختفي هذا مع عوامي ضلد الأحمر الأمامي إذن موجود هنا محاولات DC يعني في هذه الحالات تلك المحاولات فهي جيدة لدينا هنا اثنان من الملفات نفحص نشوف هنا تظهر 1.5 وتختفي تختفي هذا ليسا بأن المشكل منها الدائرة هذه أتمنى أن تستعبوا الأمر لأن كنترول تلفزيون يعطي أمر التشغيل بحيث تخرج الجهود من تغذي هذه المحاولات DC إلى DC تظهر جهود في خرج المحاولات DC إلى DC ولكن تهبط لماذا؟ لأن كنترول يفصل تلك العشارة تشغيل يعني تنحبس ويعيد الكرة فلهذا تظهر الجهود وتختفي ننتقل إلى المحاول DC إلى DC الآخر هنا يظهر أيضا 1.2 فولت تختفي إذا جيد تلك المحاولات DC إلى DC جيدة بقى لي محاول واحد هذا هو لاحظوا الجهود الذي عليه يظهر يعني تقريبا 900 ميلي فولت ضعيف وبالتالي قد يكون هذا الجهود هو الذي المخنوق هو الجهود المنحبس إذا سأفصل الكهرباء الآن سأحول المالتيمتر إلى وحدة فحص الضائد والجرس على هذا الشكل نفحص نشوف لاحظوا موجود قصر آه هو موجود قصر إذا هذا القصر هذا هو الذي يجعل هذا الجهود مخنوق ويحبسه وبالتالي يتسبب في فشل تلفاز عن الإقلاع أتمنى أن تسوعب بعض النقطة هذه إذا هذا الملف هذا متصل مع هذه الاثنان من الكابوسيتر هذا سأريكم حركة هذه الناس المبتدئة أنا أعرف بأن الناس المحترفة لا داعي لقول هذا الكلام ولكن أنا أستهدف الآن الناس المبتدئة التي تريد التعلم إذا سوف ندهن فلاكس 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 على هذا الشكل أوكي الآن سأوصل الكهرباء بسم الله لاحظوا رأيتم إذا تلك المكتفة هي سبب القصر رأيتم كيف ترتفع حرارته ويتساعد من هذه الدخان إذا سأفصل الكهرباء سأزيل تلك المكتفة راه هي سبب القصر إذا نأخذ الكاوية إذا لقد فصلت هذه المكتفة عن الدائرة الآن سأفحص من جديد نفحص من جديد نشوف ها إذا لم يعد موجود قصر رأيتم؟ إذا اختفى القصر هنا الأرضي بطبيعة الحال لاحظوا اختفى القصر إذا هذا المكتف هي سبب القصر لاحظوا الآن سأقوم باستبدالها ملحوظة مهمة بالنسبة للناس المبتدئة هذه المكتفات غير مكتوب عليهم السعة يعني من أين سنعرف سعة هذا المكتف هذا؟ عند استبدال هذا النوع من المكتفات السيراميكية نعتمد على الحجم واللون لاحظوا لون هذا المكتف كيف هو إذا نركب مثل هذا اللون هذا والحجم أتمنى أن تصلكم يعني الفكرة إذا في هذه الحالة موجود هذه الاثنان من المكتفات سأقوم باستبدالهم هما الاثنان سنستبدالهم لأن كما رأيتم حتى هذا به أطار يعني للتأكسد وكما قلت أكرر عندما يكون صدع على البينات المكتف على هذا الشكل فاعلموا بأنه هو المسببين للقصر أو سوف يتسببون في قصر مستقبلا فلهذا وجبا يعني إزالة هذه المكتفات على هذا الشكل سوف نحط واحدة هنا لكي نقيسها على حجم يعني كي يكون عندنا الحجم نقارن به جديد نفحص من جديد ورأيتم لا يوجد قصر الآن سأقوم باستبدال جريب إذا سأوصل الكهرباء الآن بسم الله اللمبة ضغرت للإضاءة الخلفية أصدقائي توقفت اللمبة اللمبة التي كون ما شغالين بالأزرق إذا سوف نفحص الجود نشوف الجود المسؤول عن هذلك الملف ثلاثة فصلة ثلاثة فولت إذا هالثلاثة فصلة ثلاثة فولت كانت مخنوقة بسبب المكتف الذي كان عامل قصر في الأول عندما فحصنا الجود عليه كان يظهر جهد ضعيف ويختفي عكس الملفات الأخرى الملفات الأخرى كانت يظهر جهد طبيعي مثلا 1.5 فولت تظهر ولكن تختفي لماذا تختفي؟ لأن التلفاز يفشل في الإقلاع يا أصدقائي وبسبب هذا الكابوسيتر مفهوم؟ إذا سوف نلقي بنضرة على الصورة إذا موجود صورة أو التلفاز شغال جيد جميل إذا مكون مكون قد نمل وأوقف تلفاز بها الدخامة هذه هذا هو عالم الإلكترونيات وعالم الأعطال فاهمتم؟ إذا اللي شاهد في هذا الفيديو هذا لا يتصل بي يقول لي هو عندي تلفاز نفس العطل قد يكون العطل سوفتوير قد يكون من الباور سوبلاي وهكذا كما شرحت يعني في الأول إذا في كل الأحوال التقنية يحتاج إلى فحص لكي يشخص هذا العطل يعرف من أين بالضبط الإخوان هادي نخليكم الإخوان بارك الله وفيكم نشكركم على المشاهدة وكنتمنى لكم استفتوا معنا ودعمونا دعمونا الإخوان بارك الله وفيكم إذا مع السلامة إلى الفيديو ترجمة نانسي قنقر